السلام عليكم ماذا سيحدث في حال إسكدام كويكب بينو بالأرض خلال دقيقة واحدة تعد أخطر صخرة في نظامنا الشمسي هي الكويكب بينو وهي ضخمة مثل حاملة الطائرات ويحذر العلماء أنه في الرابع والعشرين من سبتمبر 2182 إذا لم تتخذ البشريات أي خطوات لمنع استدامها وتزايدت الاحتمالات فسيصطدم الكويكب بسطح الأرض بسرعة 36 أم أخ أو 27 ألف ميل في الساعة وهو ما يعني إسكدام قطار شحن بالكوكب ووفقا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية تم اكتشاف بينو في 11 ستمبر 1999 من جانب العلماء في مختبر يونكولا في معهد ما ساتشوستس للتكنولوجيا وهو كيان مكلف بمراقبة السماء والبحث عن التهديدات المحتملة وكان محل اهتمام فوري لأن سطحه المظلم يشير إلى تركيبة غنيات بالكارابون مما يعني أنه نوع نادر من الكويكبات التي يمكن أن توفر ثروة من المعلومات حول المكونات الأساسيات للحياة وأسس على مصالح للسكن يهتم العلماء بكوكب بينو بسبب التهديد الكبير الذي يشكله فإذا استضدم بالأرض سيتوهج مساره عبر الغداف الجوي أكثر سطوع من شمس منتصف النهار بعدة مرات سيطلق التأثير انفجارا من الطاقة يعادل 1450 ميجات من مادة تي انتي ولوضع ذلك في الاعتبار فإن إجمالية الطاقة التي تم إنتاجها خلال جميع التجارب النووية عبر التاريخ يقدر بنحو 510 ميجات وبالتالي سيؤديها بوت بينو الاصطدمي إلى زيادة ذلك ثلاثة أضعاف في لحظة كما أن من شأن تأثير بينو أن يخلق حفرة يبلغ عرضها 4 أميال وعمقها نصف ميل من شأنه أن يؤدي إلى زلزال بقوة 6.7 درجة بعد حوالي 15 ثانية من الاصطدام ستشهد المناطق الواقعة على بعض عشرات الأميال من الحفرة انفجارا هوائيا مدفوعة بمسار بينو الذي تفوق سرعته سرعة الصوت عبر الغذاف الجوي وإطلاق الطاقة هائلة على سطح وستكون الرياح أقوى عشرين مرة من أصار من الفئة الخامسة ستكون الموجة الصوتية أعلى من صوت أوركسترا صفارة الإنذار إلى غارات الجوية المدوية من كل اتجاه سيتم تسوية المنازل السكنية بالأرض وسيتم تحديد عدد قليل من الناجين حسب الموقع والحظ العشوائي وستنظار مباني المكاتب وجسور الطرق السريعة وتتشوه وبعد 15 ثانية أخرى بعد أقل من دقيقة من الاصطدام الأولي لبينو تهتل شظايا الأرض وصخور بعنف على هذه المنطقة المتضررة ولعل أكبر الصخور التي يرسلها بينو هي بحجم مباني مكونة من 16 طابقة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر